حياة طبيب تساوي حياة لألاف المصريين الحياة لأطباء مصر أهلا بكم بعد وعود الصبر من المياه للفول الحرائتي العلاقة لكن في علاقة أزرع السيسي الإعلامية تواصل اتهام مصر أو المصريين تحديدا بالسفة المواطن السفية هكذا يريدون تصدير صورة المواطن بس السؤال بقى هو مين اللي بيأكل في مصر كاجو وتفاح مستورد أكيد انت عندك شوء تسمع القصة دي من أولها خلونا نشوف القصة من أولها على طريقة الحواديث كان يا مكان في 2016 لما كان السيسي بيتكلم على أن مصر تنطلق أحمد موسى في داخلة رمضان طلع كبهة مية أو يعني دعا المصريين إلى أنهم يفتروا على بلح ومية في 2016 نشوف كده حد شوجع قلبه اللي ربنا كرمه يجيب يا رب زي ما يديله اللي هو يعني مش لازم قوي على فكرة شوية بلح مع شوية لبن بتنقعهم في اللبن كده هو كباية زي كده لبن وشوية بلح أحلى فطار أنا بقول لحضراتكو ها ده بتلاتة ساف حاجة بسيطة قوي تتعمل في أي حتة شوية لمون نعصرهم مع شوية سكر قدي البتاقة زي الفل لمون وسكر ده مش لازم اللي مش عارف ديه مش لازم اللي مش عارف ديه خروب هايل تمر هندي هايل القسوس هايل مش لازم أمر الدين ما بحبوش أمر الدين أنا عبقين التمر هندي كركديه خروب الحاجات اللطيفة دي الحاجات هي دي أحسن من أنا بقول لكه أحسن من أمر أنا وأمر الدين ما بحبوش ما حد تسيبكو من أمر الدين يعني الجمال 180 جنيه هيعمل لك إيه يعني هيعالجك من القلب ده كان الحدوثة في 2016 بيقول لك افطر على ماء بسكر ولمون على فكرة في شارع محمد علي وانت طالع على القلعة والله العظيم أبو هزر والله العظيم أتكلم جد امشي عكس باب الخالق هتلاقي فيه حرس مع حرط سكر ولمون غير حرطة بطبق دي ليه قصة في التاريخ في الحقيقة 2016 كان بيقول كده الأخ أحمد موسى كان بيقول سكر ولمون وهو فين أيام السكر ولمون يا ده ضاعت الأيام الحلوة دي ليه بقى كان بيقول كده لأن سيسي كان بيقول وقتها الكلام ده فهو لما طلع أقفوا جنب مصر بس فطلع أحمد موسى يكلمنا عن السكر ولمون أوكي لكن عدت سنين وعدت أيام وعدت ستة شهور وعدت سنة ورى سنة ورى سنة وجاء عيد ميلاد جرحي أنا لحد ما وصلنا لـ 2020 عشان نلاقي تصريح غريب جدا على لسان خلد أبو بكر بتاع البابا طوادرس المتحدث الرسمي باسم بابا طوادرس طلع يقول المصريين ليه تاكلوا كاجو كل سوداني أو فول حراتي ليه مصريين تاكلوا كاجو كل سوداني أو فول حراتي فالفين وستاشر واحد طلع يقولك سأي في مياه ولمون فالفين وعشرين طلع يقولك ليه تاكلوا كاجو الكاجو اللي ملا يعرف أنا شخصان ما عرفوش أنا بشوفه في طبق على بعضهم لغبط كده لزعين جمل وحاجات كده يعني بيسموها كاجو يعني ما عرفش مين اللي طلع كلمة كاجو دي معلش بس أنا بشوفها كده يعني كاجو ده ما قدرش شافتي فيه للي بصراحة ما عرفش بتزرع ولا بتصنع ولا بتعمل ازاي المهم يعني هو حاجة كده بيأكلوها الجماعة الأغنياء الكيلو في مصر بربع وستين جنيه وبيتبع بالربع كيلو مين بقى السؤال مين بياكل الفل السوداني القرود مين بياكل الفل الحراتي السؤال الأهم مين بياكل الكاجو مين يا حضرات بياكل الكاجو مين يقدر يشتري كيلو كاجو بربع ومية وستين جنيه مين يا حضرات خيادة وبقري بيكلم مين يعني المصريين ده زكاة الفقرة عندنا ستين في المية ستين في المية يعني ستين مليون مواطن مصري مش لقين الميا واللمون فحرت السكر واللمون في شراء محمد علي وانت طالع على سعيد على الكبد فانا بالك بالكاجو فطلع يقول مصير ليه تاكلوا كاجو بقى يعني المصير حقيقة مكتوب عليهم الفول والبلح اهو سعر الكاجو بمثلين وخمسين جنيه انا اتبعتلي النهاردة سعر الكاجو بمثلين وخمسين جنيه ده كان من 4 شهور اهو انا اتبعتلي النهاردة الكاجو 8 كيلو بربعون وستين جنيه اهو من 4 شهور بمثلين وخمسين جنيه اهو ده الكاجو ده حاجة كلا من لغبطة على بعضها وانت هتضرب ايدك في الضلمة تطلع بلا تطلع فيه خلاص ده هو التطور اللي وصلنا له من ميا وبلح وسكر ولمون في 2016 الى كله فول حراتي او زي ما بيقولوا على الست اللي كانت ماريا انتونت اللي كانت تمبراتورة فرنسا ليه ياكلوا عيش ما ياكلوا جاتو العكس بقى حصل عندنا ليه تاكلوا كاجو ما تاكلوا فول حراتي في 2020 بقينا ناكل او مطلوب منك تاكل فول حراتي فضل ونعم على كل حال حد لاقي بس عارف يا خالد المشكلة في ايه المشكلة في ان الفول الحراتي محتاج مياه كتير الفول الحراتي يا خالد ما بقاش الحقيقة موجود لانه محتاج مياه والمياه مش موجودة لان المياه بقت عند ابي احمد يا جماعة الناس دي مستفزين بشكل عجيب جدا وعايزين يطلعوا المصريين انهم سفهاء زي ما كان التصريح ده برضو بيقول وزير المالية مصر تستور التفاح بنص مليار دولار تفاح تفاح بنص مليار دولار ده المصريين مش لقين اللمون بيستوردوا تفاح بنص مليار الحقيقة الشعب بقى لا يلاقي تفاح او بالمناسبة كان فيه وزير التموين قال مرة بدل ما تحشوا المحشي برز احشوه بلصان عصفور فتخيل انت تاكل صباح محشي تلاقي فيه لصان عصفور ونحشي ليه ما ناكله زي ما هو كده الله واحنا ناكله ازاي ده احنا مش لقينه حد النهار ده لقى الكرومب حد لقى البرنجان يا عم بلاها محشي لا فيه محشي ولا فيه تفاح ولا فيه كاجو المصريين بيأكلوا لحم حمير ضبط كمية كبيرة من لحوم حمير لدى جزار قبل عيد الأطحى فأخميم قد اللجنة البطارية هي ضبط الجزار ده بحكام لمواخزة بعيد عن السمين حمار ومخزنه في البيت استعدادا لعيد الأطحى اهو ضبطوا كمية كويسة جدا من اللحم الحمير وكانت معدة في مدينة أخميم سهاج وكانت فيه حملات على الحاجات دي كمل كمل هتلاقي صور اللحم الحمير لو طلعت شوية فوق اهو هادي يا عم السقط بتاع الحمار هادي ما تبقى من الدبيحة واللجنة وقفت عين هادي يا عم التشوت مليانة هاي الكبدة والفشة والكلاوي والراجل ما طلع حتك شايف ما شاء الله ما شاء الله وانا اقول الحمير ومع ذلك الحمير مليئ البلد على كل حال يا خادة وبكر بطلوا السفزاز في المصريين كاجو ايه للمصريين يبطلوا يأكلوه وحد يعرف شكل الكاجو ده أصلا وبعدين بقى الكو سنين بتقولوا المصريين عدوها ميا ولمون طيب ده كان في 2016 بعد أربع سنين جايين تقولوا المصريين بطلوا تاكلوا كاجو كلوا فول حراتي ده الإعلام بتاع عبد الفتاح السيسي المناصر لدولة البابا طادرس يعني الإخوة المسيحيين اللي ممكن يكونوا بيجتموني دلوقتي زعلين مني مطلوب منك تاكل فول حراتي فول أخضر والفول حراتي متعدد الاستخدامات الحقيقة تاكلوا ني تاكلوا مسلوق تهرسوا لما أخذها تدهنوا بيتاكل في كل الأحوال ماذا ستفيدك كنيسة بصراحة يعني أو مسجد وانت مش لا يتاكل على رأي اللي قال ده الجوع كافر خلينشوف اللي بعده